هننكلم عن خطوة خلطة لتطويل الشعر نشوف كده الخلطة لتطويل الشعر عشبة اكليل الجبل الروزماري عشبة الايس او الاس طريقة التحضير تغلى العشاب جيدا طبعا استخدامها من الخارج غلي غليا جيد على النار وتصفى حتى تبرد طريقة الاستعمال يوضع منقوء العشاب على الشعر صباحا ومساءا وده اساسا بيغزي الشعر لسبب بيمده بكل العناصر المعدنية فالتغذية من الخارج بتسبب تطويل الشعر الناس اللي هم مش قادرين